بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من النفقة والمشاكل بالجهاز الهضمي هناك الكثير من أعشاب التي تعطي نتائج كثير إيجابية لتقضي على النفقة وكذلك بالأمر تمنع الانساء في مثلا المنثى أكواتيكا الحباء المايد، الشومر، اليينسون، الهيباريكوم بيرثوراتوم وهي مهمة جدا للمقص لأوجاع المعدة، وهو ناتج عن النفقة هناك أعشاب ثانية، وهو البستوزة، وهو الطيوم التي تروح الالتهابات إذا كان هناك الالتهابات أو جرح بالجهاز العظمي، كان في المعدة أو كان في الأمعاء وكذلك هذه الأعشاب موجودة بشكل يسمى Flatulence Remover وهو ناتج عن نتائج كثير إيجابية للمشاكل الجهاز الهضمي لحتى الأشخاص الذين يعانون من الـ IBS رتوبالبولسيندروم الخرون والتابيركيلايتس إلى آخره وهذه أعشاب آمنة جدا وعن تعطي نتائج كثير إيجابية وهذه ضرورات مهمة للأشخاص الذين يعانون مثلا من الدورة الشهرية وكل هذه الأعشاب آمنة جدا وأي شخص الحقيقيه يبدأ أن يستعملها عمل كل هذا الزورات